لحتى تعرف شو هو الجهاز المناسب للمونتاج والجرافك وتعديل الصور والفيديوهات خليك معانا بهذا الفيديو ممكن اكتر سؤال بنسئل انه زين لابتوب الاتش بي كان بيعلق لابتوب التوشيبة كتير كان مجنني شو المشكلة لحتى نعرف هون بالبداية انت شو بدك تشتغل عليه اول شغلة باللابتوب بدك تعرف شو هو البروستسر من اي شركة اي جيل شو نوعيته مثلا عندنا انتل كور اي 7 7500 يو شو بيعني هاي الشغلات انتل هي اسم العلامة التجارية اي 7 اسم المعالج 7 اي جيل اللي 500 هو رقم الوحدة ومثل المشايفين بالصورة اللي تطلع عمامكم هي انواع المعالجات وانا من رأيي ونصيحها لكم ابتدوا عن معالجات اليو خليكن على المعالجات تانية مثل المشايفين بالصورة اللي امامكم عم تطلع هلا كل شغل له معالج مناسب له الرسوميات هون لازم تستخدم كارت شاشة قوي جدا وانا برشحه RTX او GTX هذه الفئة من الرسوميات محببة كتير الى المصممين اما الرامات ما بدي اضغط عليكم كتير لكن كحد ادنى 16 جيجا بايت وانتو طالعين الى 32 و 64 سيكون ممتاز جدا اما حجم الشاشر سيختصر عليك الموضوع 17 انش بدقة 4K اما البطارية فهذا الموضوع مو كتير مهم بالنسبة لهذه النوعية من اللابتوبات لانه ما الى عمره طوير بسبب قوة المعالج اللي رح يستهلك جدا البطارية وامثلة عن الاجهزة اللي بتكون تستخدموه بهذا المجال او فيكم تشتروها عنها اللينوفو ThinkPad P HP ZBook MSIW وبالنهاية رح لك اهم النقاط اللي لازم تراعيها لما بدك تشري اللابتوب واحد اقل دقة لازم تكون Full HD بحجم 13 انش كارت الذاكرة او الذاكرة الداخلية اقل شي لازم تكون 256 SSD ل 1 تيرا بايت HDD بتاعد عن الشركات اللي مو معروف شو هي واللابتوبات اللي مصنعة من مواد الخشب مثل الجلد هاي اللابتوبات بالعادة بتسبب حرارة وما تقبل الترقية فهاي كانت اليوم حلقتنا كنت معكم زين العابدين سلام اشتركوا في القناة 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 ترجمة نانسي قنقر